السلام عليكم اليوم جبت لكم الوصفة خبز الدار الحلو تشربه مع قهوة صباح مع قهوة الحشية يأتي خفيفة بنين لدرجة لا تصوروها مقادير مضبوطة متوجه في كل منزل وطريقة تحضير سريعة يعني بزف 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 بني عندها واحدة ريحة تحس بها كعك تحس بها بريوش المهم ستجربوا هذه الوصفة وردوا لي لا تساونيش باللايك ربي يحفظكم شاركوا في القناة بارتاجوا لكي تعمل الفائدة للجميع بسم الله نبدأ للصفة وطريقة تحضير المقادير سأضعها لكم بالكاس يعني نجيب كاس تحليب دافي ونزيد عليه نصف كاس داع ما يكون دافي نزيد ملعقة كبيرة من خميرة الخبز تكون معمرة نزيد زج مغارف وثلاثة عفارينة أي طحين باش نعرف الخميرة الخبز ايضا رها تتفاعل ورها تدير فقاعات ولا رهي باردة واذا شفتها دارت لك فقاعات صغيرين وبدأت تقال معاك الخاليط عرفي بالله هذه الخميرة رهي مليحة نجيب نصف كاستا سكر ملعقة كبيرة من قشور الليمون ولا البرتوقال حبة بيض نحرك المكونات جيدا بالفوة نزيد ملعقة صغيرة معمرة مليحة ملح ونحر كل مكونات ملحة ملحة نزيد شوية عمون السيميات رهي يعطولك واحد البنة للخبز قدرت هنا ياسانوج وحبة حلاوة حبة حلاوة للمورث ندروها في الكعكة تعطيك واحد البنة ما شاء الله هنا نجيب ثلاث مغارف كبار تعزيث تقدر يغزوج مغارف ماليش نحرك المكونات جيدا بالفوة ونزيده في الفارينة ونقوم بتحضير الكاس الأول كما ارى أني ممتاز لتحت الفوق نحرك الملحة حتى تدخل هذه الفارينة في الخليط ونزيد الفارينة بالتدريج لا تقدر كيف حركة عطلة من الكاس اضرت الكاس الأول ونزيد الكاس الزاوج نزيد الكاس الثالث ولكن نضع غيبة تدريج لم يدري وضع الفارينة باقيها في الكاس ونحرك بأصبع يدي بلا ما ندلك القوامة العجينة ما زالت للصقب الزاف من نسبة نوعية الفارينة هذه السيم متعددة لاستعمالات نوعية الفارينة التي لديك تعرفها تشرب أو لا تشرب قادرة اضع لك ثلاث كيسان قادرة اضع لك ثلاث كيسان ونص او زوج كيسان ونص المهم سيكون بتدريج كنت تلمت بهذا القوام انظروا هنا لم يكبت هذا الكاس قدرت غير ربعه حوالي ثلاث مغارف او مغارف كبار اضع بعض العجينة تقيلة فانتشة قدرت نحن نشغل قدرت غمس وبدأت خبطيها من فوق الى تحت من تحت من هذه الطريقة بدأت تكسلها وتشمخي في يدك ساعة ساعة حوالي واحدة دقيقة ونتي تخبطي فيها من بعد قدرت حقبتها اظروا القوامة سيتكسل كما ترى نضيف البلان الذي سوف نضيفه سواء كاري او مدور هذا القطرة 33 حتى 34 سنتين نضيف البلان بالزيت و كنت شعلت على الفورني سخن بعد ذلك نضيفه بما ان هناك في البرد فدروري تدخل هذه الخبزة في الكوشة بعد ذلك نضيفها نضيفها بالخاف ثم نضيف البلان سوف نضيف البلان سوف نضيف البلان لكي لا تلسق لها سوف تلسق قليلا سوف يأتي قليلا بسكوية فيها السكر لا تأتي خفيفة كما نعرف لكم الخبز سوف يأتي خفيفة على هذا المهم خبطها ملاح و لا تشفيها إذا لم أردتها تأتي الماء كما أردت سوف تبطي لك و تجد معرض بخبطها سوف تكتشف طلقها قليلا سوف نضيف البلان و نفوتها على كل بلان بنفس السمك و أن تجدها ثم جايزة و قريبها ثم لا تجدها سوف نضيفها في كيس بلاستيكي في الفيلم الكس التي لديك سوف تضيفه لكيس حمر سوف نغطيها بسربيتة و ندخلها في الفرن يكون طافي و لكن يكون حامي يعني ساخن بعد حوالي 4 ساعة حتى نصف الساعة كنت تشوف فيها ضعف الحجم التاحة سوف يخرجها من الفرن بعد ما كان طافيا لا يشعر يجب هنا بيضاء و الأصفار بيضاء زيدي عليها قهوة قهوة اللي عندك براس اللي عندك زيدي عليها قهوة تعزيز هذا المكان و القطارات فقط حركة مليح مليح دهنيها غيب شوية ما تودلاش هدك الخمور حدارة الضغط على العجينة غي ملفوك من بعد نجيب نسمسم أي الجنجلين سواء ذلك البيض أو الحمر اللي كان عندك ديري كمية لبأس بها ملفوك بهذه الطريقة يعطي لك واحد البناء ما شاء الله ملفوك و ملتحت إذا كان الفرن يكون غير ملتحت ممكن لك مشكلة شعلي ملتحت ولكن ضروري الفرن يكون ساخن وسبقا هذه هي طيبها ملتحت ثم شعلي ملفوك و لا تحليش عليها في نص طيب حتى تنتفخ معك و لا تهوت ملتحت بعدما طعبت الخبز الحلو لن تحليه يبرد هنا كنت أخبره قلبته حامي هذا كان البلتعكي لنستطيع لها بابي كويسون بعدما قلبت نرى الحمراء تصبح غير مونة خفيفة تصبح غير مريوش تأكلها تشمي من المناسبة من المناسبة المهم أن تأكل كل شيء في ضربة مع هذا الخبز تأكل كل شيء هنا بعدما قلبتها لنرى كيف أخرجت شعر الله يبارك تهبل عندما تقلبوها تقلبوها تأكلها بساحتكم تستطيع تعمريها بعدما تبردها تجعلها حامية لن تأكلها حامية تجعلها تبرد بعدما تبرد قسميها كما تريد أن تقسميها كاروية أو متلات أو وضعها في كيس بلاستيكي وضعها تقدر تأكلها من في التلاجة تأكلها مع الكونفيت مع الشوكولة كما تريد تأكلها خفيفة تنسى تقريبوها كما ترى تحصلت معكم حبة رأيك كما ترى شركة قهر اختي نضيجة بها وتمتع بهذه البنه اللي فيها وكما عودكم دائما اي سؤال اي سفسار كتبوا لي في التعليقات انجوب علي اكيد ساحا اخواتي اعطي ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يحفظكم على تشجيعكم وكلمكم الحلولي يراني نقراه وراني نرد عليكم فربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي في الخير وربي يشافي كل المريض يا ربي العالمين ويفرج على كل مهموم ان شاء الله فهذه هي وصفتانها اليوم ان شاء الله تعجبكم بارتاشوها باش تعمل فائدها على الجميع لا تنسوا منيش باللايك والاشتراك في القناة اذا كنتوا جزاد نقول لكم مرحبا بكم كامل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا